دكتور ننتقل معك إلى صحيفة السوداني نقرأ من هذا الخبر الحكومة لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الفوضى وانفلات الأسعار أعلنت الحكومة عن اتخاذ إجراءات وضوابط مشددة لكبح جماح الأسعار بالأسواق كما وصفت ارتفاعها بغير القانوني وغير الأخلاقي وطمأنة المواطنين بأن الفوضى والانفلات في الأسعار ستنتهي قريبا وأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي ثم أبدت أسفها لما يحدث من انفلات غير مبرر ورجعت الحكومة زيادات الأسعار لدخول مجموعة من السماسرة والوسطاء وأكدت أن إعفاء تلك أو كل السلعة الأساسية من الرسومة الجمهورية والقيمة المضافة أبرزها القمح والسكر مع توقعها انخفاض الأسعار في الأيام المقبلة وإشارت إلى أن تطبيق السعر الرسمي للدولار 18 جنيها للجمالك لن يؤثر سلبا على المستوى العام للأسعار كيف تستطيع الحكومة دكتور وضع أسعار للسلعة وهي تطبق سياسة السوق الحر وكيف تستطيع الحكومة أو كيف تقول الحكومة أن زيادة سعر الدولار الجملك لـ 18 جنيه زيادة 300% لن يؤثر على الأسعار هو طبعا الزيادة بأسرع الأسعار ما في زال يتشك يعني وإشان كده وذلك المالية نفسها قامت تخصت بعض الترتيبات الإجرائية هي زيادة الأسعر بتاعه قامت بتخفيض بعض السلعة يعني هم تكلموا الآن في الأخبار أنهم خفضوا أسعار بتاع السكر مثلا السكر المحلي تم التخفيض بتاعه تم إعفاء مدخلات الإنتاج الزراع والصناعي تم إعفاء جمالك لبعض السلعة هذا كله في تجاه يعني السلعة التي تسميها كابيتل قوت يعني هي السلعة التي تدخل في العملات الإنتاجية والسلعة الغذائية يعني الفول والرز والعدس وبعض السلعة بتاعها لكن الواضح من الحكومة من الواضح أنه أنت ما ممكن توقف بالإجراءات ما أنفسته بالسياسات يعني إذا أنت عملت سياسات تضخمية ما ممكن الإجراءات تجد حدة لك بعد ذلك من الإجراءات تضخمية بتاعتك لأن السياسات هي التي تغوض المواقف السياسية فمن الواضح أن الحكومة في السياسات هي سياسة تضخمية سياسة تضخمية يعني أنت بتكلم عن أنك أنت تزيد الكتلة النقدية بتاعتك السنة الفاتحة كان زيادة تعدى 45% السنة التي أنت تخفضها 45% أنت تزيد 18% معنى أنت تزيدها من 25 مليار إلى 209 مليار جنيه سودان معنى أن الكتلة النقدية بتاعتك ما زالت متضخبة الأسعار معنىها على الأقل تزيد 18% ما في ذلك أشك لكن من الضروري أن نتذكر أن الطريقة التي اتخذت بها الميزانية وعلنت بها الميزانية الخطاب الإعلامي الذي يدعبها والأجرات تحت الميزانية كان لابد أن تزاد الأسعار حتى تكلمنا عن أخلاقية ولم أخلاقية لأن كان هناك تسريبات كبيرة جداً لقضية الدولار الجمركي قبل أيام من الميزانية كان هناك معلن أن الدولار الجمركي سيئزات لم يحدد الدولار الجمركي السيئزات على أي شيء فبالتالي كان مباشرة الأسعار كلها زادت وضعفت لأنه بالنسبة للتاجر أي أن كان التاجر لديه بضاع إما أنه يتوقف من البيع لحين يعلن الدولار الجمركي وإما أنه يزيد الأسعار بالتعالي فبالتالي يزيد الأسعار بالتعالي فبالتالي الآن هل هذه الأسعار ستتراجع للخافية؟ قد تتراجع ببعض السلاح ولكن بكلياتها في السلاحة تكون هناك زيادة لا تقل عن 18% دكتور هل تمتلك الحكومة سلطة التسعير سلطة التسعير على الأسعار يعني اقتصاديا تتعارض يتعارض التسعير مع سياسة السوق الحر التي تتبعها الحكومة إلى ماذا ترمي الحكومة وهي تطمئن الشعب وتطمئن المواطنين بانخفاض الأسعار شو الموضوع دي امتحان في حتتين النقطة الأولى غايبة النقطة الأولى هي ما نسميه حساب التكاليف يعني في المؤسسات في وضعات الصناعة في المؤسسات الدولية في كل منطقة لا بد أن يكون لك حساب تكاليف بمعنى أنه حتى تنتج جوار السكر بتكلف كم فبالتالي بكون في نظام تكاليف في وضعات الصناعة بتحدد الحد الأدنى إن الله يحدد الأدنى لإنتاج جوار السكر يساوي مبلغ كذا فبالتالي بتضع حامش الربح بتاعك بتضع الضرائب بتاعتك بتضع الأسعار بتاعتك بتخلي الأسعار بتاعتك الرينج هذا السعر فده غايب في كل المؤسسات حتى في وضعات الصناعة نفسها حتى في ذلك التجارة لا توجد إدارة دي دراسة تكاليف تحدد كم يكلف جوار السكر مثلا أو كم يكلف علبة لا توجد حتى إدارات حتى إدارات دي دراسة تكاليف عشان نقوله والله هو السعر المناسب لهذه البضاعة هو السعر كذا فيوقع منه بالنسبة لك المؤسسات لأن التاجر بيستورد بيحدد الأسعار بتاعته وتكاليفه وتوقعاته والسوق والسعر بتاعته والحركة بتاعته فبالتالي من الصعب أنك تتعمل تعمل الحاط عليها لكن مع ذلك اللي بيكون التحدي الأساسي إذا حدست وفرة بمعنى إنه إذا حدست وفرة في السلع وحدست وفرة في الدقيق مثلا أو في العدس مثلا أو في الأرز مثلا أو في أي بضاعة من البضايا حصلت هناك وفرة موجودة في السوق تكون خيارات بعد ذلك أن الأسعار تقفض لكن إذا وجود ندرة توجد ندرة ويوجد سعر متصعد الخيارات ستكون موجودة بأن الأسعار ترتفع نعم هل ارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها كما قالت وزارة المالية لن يؤثر على المستوى العام للأسعار بحسب حديث سيد وزارة المالية بيأثر على الأسعار بشكل آخر لأنه في كثير من المجالات الدولار الجمركي بيأثر فيه متضافة مع السياسات الثانية لأننا نحن نتكلم عن الدولار الجمركي عن الزراعة مثلا قالوا هي محفية فيه عن مدخلات الصناعة هي محفية فيه ولكن هناك بعض الصلاع غير محفية للدولار الجمركي بتأثر فيها بتأثر فيه بحيث أنه إذا تحدثنا عن زيادات ناس الكهرباء وقالوا إزالة التشوهات انت ما أزل التشوهات واضح أنه في كثير من المشاريع الزراعية زيادت عليها الإنتاج بتاع الكهرباء الكثير من المصانع بتحتاج للغاز تم زيادات للغاز في بعض المجالات وهو بشكل ما بيزيد يعني ما بسارك شكل